اشتركوا في القناة وكمن بشرح طريقة فرزنة السمبوسة ولعمل حشوات السمبوسة يلا نبدأ بطريقة التحضير ولحشوة العدس بنبدأ بسلق كوب عدس بني بنغمر العدس بالماء وبعد الغليان بنتركوا ينسلق لمدة ربا ساعة طبعا ما تخلوه ينهر السيادة حتى نحصل على طعم مميز للعدس وحبات العدس واضحة وعلى بان ما ينسلق العدس بننتقل لتكشين حشوة اللحم المفروم بحط بصلة كبيرة مقطعة قطع صغيرة بنقلب البصل شوية حتى ينشف من الماء وبعدين بحط ثلاث ملعق كبيرة زيت الزيتون أو زيت نباتي وبنقلب البصل حتى يدبل وبعدين بنحط على البصل نصف ملعقة كبيرة ثوم مفروم وكمان بضيف المكون الأول يلي أضيفه للحشوات المكشنة ويعطي طعم ونكهة مميزة للحشوة رشة حلبة محمصة شوية ومطحونة وبعدين بنقلب شوية وبنحط نصف كيلو لحم عجل مفروم أو أي نوع تفضلوا وبعدين بنقلب حتى يتغير لون اللحم المفروم وبعدين بنغطي اللحم المفروم حتى ينشف من الماء تماما حوالي 5 دقائق وعلى بال ما ينشف اللحم المفروم بننتقل لتصفية العدس من ماء السلق بعد مرور ربع ساعة وبنتركه جانبا وبعد ما نشف الماء تماما بنحط البهارات التالية لنصف كيلو لحم مفروم بنحط ملعقة صغيرة كمون وملعقة صغيرة كزبرة ونصف ملعقة صغيرة فلف الأسود وربع ملعقة صغيرة قرفة بتعطي طعم ونكهة مميزة للحشوة اللحم المفروم وبنضيف أيضا ربع ملعقة صغيرة كركم ونصف ملعقة صغيرة شطة حارة حسب رغبتكم وملعقة صغيرة ملح وبنقلب البهارات مع اللحم المفروم لمدة خمس دقائق وبعدين بنضيف المكون الثاني يلي بيعطي نكهة وطعم مميز للحشوات المكشنة سواء اللحم أو دجاج أو عدس أو تونة أو بطاطس بحط نصف ملعقة صغيرة كاري هندي وبنقلب تمام شوية وبعدين بنطفي النار وبنضيف الخضار التالية نصف حزمة بقدونس مفروم ناعم ونصف حزمة شبات وثلاثة أعوال بصل أخضر بحطهم على اللحم المفروم وبنقلب شوية حتى يندمج الخضار مع اللحم المفروم وكذا صارت ألط حشوة لحم مفروم جاهزة بنخليها جانبا حتى تبرد وبعدين بنحشي رقائق السموسة وبعدين بننتقل لتجهيز حشوة العدس بنحتاج بصلة كبيرة مقطعة قطع صغيرة وبنقلب البصل شوية حتى ينشف وبعدين نحط ملعقة كبيرة زيت نباتي أو زيت الزيتون وبنقلب تمام حتى يتكرمل البصل على النار هادئة وبعدين بنضيف نصف ملعقة كبيرة ثوم مفروم وبنضيف أيضا رشة حلبة محمصة شوية ومطحونة وبعدين بنقلب شوية وبنضيف العدس المسلوق وبنقلب تمام العدس مع البصل لمدة ثلاث دقائق وبعدين بنضيف البهارات التالية ملعقة صغيرة كمون ونصف ملعقة صغيرة فلفل أسود وملعقة صغيرة كزبرة وربع ملعقة صغيرة كركم ونصف ملعقة صغيرة كاريم دراس وملعقة صغيرة ملح وبعدين بنقلب تمام لمدة ثلاث دقائق وبعدين بنطف النار وبنضيف الخضار التالية ربع حزمة شبت واثنين ثلبل أخضر حار حسب الرغبة وربع حزمة كزبرة ونصف حزمة بقدونس وثلاث أعواد بصل أخضر مقطع قطع صغيرة وإذا عندكم كراث حطوا يعطي طعام لذيذ بنقلب الخضار مع العدس تمام وكذا صارت حشوة العدس جاهزة وبعدين بننتقل لمرحلة حشو السنبوسة الرقائق الموضحة جاهزة طبعا أفضل رقائق جاهزة استخدمتها الموضحة على الشاشة أنا بالعادة أسوي بالبيت لكن إذا مشغولة زيادة أخذ منها وهنا طريقة حشو السنبوسة مهم جدا إنه ما نخلي فتحات في السنبوسة حتى ما تتشرب الزيت وذي أول خطوة من الخطوات المهمة يلي ما تخلي السنبوسة تشرب زيت بنحاول نلسق السنبوسة تمام من جميع الأماكن المفتوحة هنا أنا سويت نصف الرقائق حشوة عدس والنصف الثاني حشوة لحم مفروم وبعد ما خلصنا لف السنبوسة بننتقل لمرحلة القليل بحط الزيت في المقلاة وبنخلي الزيت يسخن لدردة حرارة 180 وإذا ما عندكم جهاز القياس خلوا الزيت يسخن لمدة 4 دقائق إلى 5 دقائق وبعدين حطوا السنبوسة ولا تحطوا السنبوسة والزيت بارد حتى ما تتشرب الزيت وبعد ما نخلي السنبوسة شوية بالزيت نقلبها كل شوية حتى نحصل على لون ذهبي ومقرمش ويدوم لعدة ساعات وطبعا ممكن نقل السنبوسة بالقلاة الهوائية بنضبط القلاة الهوائية على درجة حرارة 180 لمدة ربع ساعة مع التقليد كل 5 دقائق وطبعا ممكن نقلبها وطبعا ممكن نقبلها وطبعا ممكن نقدر قليد كل 5 دقائق طفت النار تحت المقلاة وخليت درجة حرارة الزيت ترجع ل180 وبعدين قلت الدفعة الثانية بذيط طريقة بيكون القلي معكم شوي متعب لكن بنحصل على نتيجة جدا ناجحة وبعد ما خلصنا قلية السمبوسة بننتقل لفرزنة باقي كمية السمبوسة هنا أنا رصيت كل نوع حشوة سمبوسة بكيس رصيتهم جنب بعض وحطيتهم في المجمد طبعا ممكن إذا عندكم حشوة واحدة خلوهم يتجمدوا في المجمد وبعدين حطوهم بكيس واحد لكن أنا حشوتين حطيت كل حشوة بكيس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مشاركة الفيديو مع أصدقائكم في أمان الله